بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون حق لنا أن نفرح برسول الله حق لنا أن نطرب برسول الله حق لنا أن نبتهج برسول الله فلولاهما كنا عرفنا الله رحم الله الإمام أحمد بن حنبل يقول لولا هذا النبي لكنا مجوسا فهو الذي زكانا وعلمنا وطهرنا وأرشدنا إلى طريق النور وأخرجنا من طريق الظلمات طلعت بمولد والد الزهراء شمس الهدى وطوالع السراء وبنوره اكتست العوالم بهجة وسرى نسيم الأنس في الأرجاء نفرح بمولده الشريف ونفرح أولادنا بذكرى مولده الشريف يا عيد ميلاد النبي الهادي العيد أنت لسائر الأعياد وحسبنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ولما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم أولدت فيه أي أنه يشكر ربه على ولادته في هذا اليوم يشكر ربه بالصيام بالتبتل بالابتهال بالتضرع بالدعاء بالإقبال على الله جل وعلا حق لنا أن نفرح برسول الله والله ليس بمؤمن من لم يكن يهواك فوق النفس والأولاد ويكون ما يهواه تابع شرعة لك سنها الرب الكريم الهادي والله لو أن الأنام تجمعوا من مبدأ الدنيا ليوم معادي والجن والأملاك بعد معينة يبغون مدح صنيعة الجواد ونظمنا من زهر النجوم قصيدة لم تلف إلا دون قدر الهادي صلى الله عليه وسلم أورد الإمام البخاري في معلقاته وكل معلقات البخاري صحيحة أن العباس بن عبد المطلب رأى أخاه أبا لهب في المنام فقال له أين أنت فقال في النار أعذب إلا أنه يخفف عني في كل يوم اثنين لفرحي بميلاد محمد لأن أبا لهب لما علم بخبر ولادة النبي وبشرته بالولادة جاريته السيدة ثويبة قال لها أنت حرة وفك أسرها من قيد العبودية فأصبحت حرة طليقة فيقول الإمام محمد بن ناصر الدين الدمشقي إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مصرورا ومات موحدا ما بالكم بمن فرح الناس بولادة رسول الله وأعد العدة وجمع الناس حول مأدبة رسول الله يقرؤون القرآن ويسمعون مجالس العلم ويستمعون إلى مدائحه الشريفة وإلى الصلاة والسلام عليه في ذكرى مولده هذا من قبيل الفرح والابتهاج برسول الله افرحوا به واضطربوا به واسعدوا واهنأوا برسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وكفانا شرفا وعزا وفخرا وتيها أننا من أمة رسول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس فحسبنا عزا أننا من أمته وحق لأمته أن يفرحوا بحضرته لأن الفرح به يرضيه صلى الله عليه وسلم ويرضى الله برضى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فرح النبي بنا واجعله بنا يوم اللقاء فرحا مسرورا اللهم أمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته